وضحية المجتمع التي لا ترحمها هذه الأشخاص التي حصل حد ماشي الأغلبية الأغلبية نجحوا في تكوين أسرين وفي بناء أسرين ويعتبرون مثال الكد والعمال بحيث أنه نقلوا أسرا من أوضاع مزرية إلى أوضاع أصبحت تعيش بكارما والمهاجرين قدموا خدمات كبيرة لهذه الوطن والمنطقة والجهة نحن نتحدث عنها البعض أنا نقول أن هذه البعض هم خالجيين صغار لأنها نفس العملية أي شخص تنزل عليه طروة كبيرة هذه الطروة لا تعرفش يتعامل معها تتصور بأن هذه الطروة تسمح له بأنه يقوم بأي شيء من ضمن أنه يتزوج بنت ويلفضها إذا كانت هذه المناطق تعرف هذا النوع من الزيجات فالمدن الكبرى بدورها لا تخلو من مثل هذا الزواج غير أن الأمر يتعلق بالأجانب خاصة من دول المشرق بمدينة أجدير ستضع المحامية لميا فاريدي يدها على واحد من بين الملفات المتشعبة والغريبة وحيلت علينا مجموعة هذه الملفات نذكر من بينها الملفات التي يتواجد بين أيدينا هذه واحدة سيدة مغربية تقتن بمدينة أجادير شاء القادر أن التقت مع أحد الأجانب وأوهمها بأنه يتوفر على عقارات ويتوفر على مبالغ مالية طائلة يلتقت به عبر الأنترنت إلا أنه متزوج وله أولا عندما أصبحنا نتمعهن في هذا الوطائق تفاجأنا لأنه عربي يمني يتوفر على جنسيتين جنسية نرويجية وجنسية صومالية ما شاء الله يعني تتفرق الجنسية بطريقة هذه فعند عقد الزواج بما أنه متزوج من غيرها لا يمكن له بتاتا طلب تقديم الزواج المختلط لأنه لا بد من الحصول على الوطائق التي تعتبر ضرورية وتعتبر عن طريق الوطائق التي يجب إحضارها عن طريق القنصلية الدولة دياله فقد أبرى مع عقد الزواج بموريطانيا لسهولة لسهولة المستارة في موريطانيا وهذا هو عقد الزواج الغريب في الأمر حتى عندما أردنا توطيق هذا العقد أو تديله بصيغة تنفيذية عندما أردنا تديله بصيغة تنفيذية أنها وهي تقتن بمدينة أجاديل ذهبت لمنطقة أبعد من مدينة أجاديل اللي هي منطقة سمارة وهناك أصدرت حكم يرمي إلى قبول طلب وذلك بالدديل لحكم بصيغة تنفيذية عن طريق المحكمة والتجأت إلى إصدار حكم معينة حكم عقد الزواج وهد السيدة حالياً عندما تزوجت كانت تقتن مباشرة بعد زواجها عندما أهم بأنه غني وأنه حدد لها البيت الزوجية بمصر واستقرت بإحدى الشقق بمصر مدة أشهر دون مساءلة عنها دون معرفة وضعيتها تركها للجيران هم الذين كانوا يرفقون عليها مباشرة رجعت لمدينة أجاديل واستقر ولا تتبفر على البيت الزوجية بل استقرت بأحد الفنادق يعني عندما كان يحضروا إلى المغرب كانا يلتقيان كأنهما عاشقاً وليس متزوجان كان يلتقيان بأحد الفنادق بمدينة أجاديل مدة خمسة أيام ستة أيام حالياً أرادت أن تتقدم إلى المحكامة قصد صدور عقد طلق إلا أننا لم نتمكن إلى حينه وإلى يومنا هذا بتقديم أي مصطرة هل نتقدم مصطرة الغيبة؟ هل مصطرة الشقاق؟ هل تطلق الضرر؟ حتى إذا التزمنا وحددنا مثلاً تطلق الضرر لأنها لعدم المعاشرة الزوجية أين هو المكان؟ فعندما ارترق إلى المشاكل هذه المشاكل قانونية أين هو مكان التي يجب تبليغ الاستدعاء قصد حضوره إلى المغرب إشكالية قانونية متشعبة توجهها كل من سقطت في فخ هذا الزواج الوهمي كضبط إقامة الزوج وكاد تبليغه في حالة تنفيذ حكم عليه لتطول معاناة الزوجة الضحية هذه الفتاة بدورها دخلت دوامة لم تستطع الخروج منها كيف ذلك؟ قصة ديالي هي أنا كنت خدامة كنت خدامة على دارنا وعننا حالة ضعيفة خدامة على دارنا وعلى راسي تلقيت معاناة الزوجة تلقينا تلقينا النهر الأول قال لي بغيتك تمشي معايا قلت لي أنا مشي من ذاك النوع صافي قال لي وخما أنا نتستنقل بغيتك تمشي معايا وذاك الشي وبغيت نتجوج إلا قيتك تماما معقولة وطلقت معاناة الزوجة وطلقت معاناة الزوجة من هار اللغة 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 سيقوم بحالاته وكان في براء جد من عندي التليفون قال لي وش ممكن التليفون قلت لي التليفون نعطيه لك وإني إذاك الشي اللي بغيت انت أنا ما بغيته أنا أعطيته التليفون قال لي أنا غنوصل عن تصل بك صافي أنا قلت أنا غير بغيته يدوز وقته ودك الشي فانت قلت صافي بغيت الشي يتصل بي فعلا نوصل مع استكلاع شي التصل بي قال لي أني وصلت صبي خير على خير وش ممكن بقاء على التصال قلت لي وخاق إلا كانت نيتك حسنة حيث أنا صافي قلت لك صافي بدك يتصل بي مرة 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 كل سيمان هاركت يتصل بي تعرفنا غيف التليفون معرفة غيف التليفون وقال لي وش تقبلت شو جي بي وخا أنا زعمى رجل كبير ودك الشي كلي أنا بغي المعقول ما بغيش تزعمى انت فلوخي كنا رجل كبير أنا بغي المعقول بغى نستقر بعد زوجها وحلمها بحياة أفضل ستكتشف هذه الزوجة بعد شهور قليلة أنها كانت ضحية استغلال لكون الزوج دهب ولم يعود حيث أصبحت تعيش المنزلة بين المنزلتين لما زال ما تلقني موالوا مع اللقني ها كوي والنهار اللي دويت معه قتلي هاجي جي المغرب هادشي قرر برمضان طاصلت به قتلي هاجي إلا ما تفهمناش كل واحد يمشي بحاله وقتلي أنا ما هادش نلسق فيك واخا قتلي أنا خرجتي عليها وخرجتي على حياتي وخرجتي على دارنا مساكني ضعافاني اللي كنت خدتها معليهم مهم عندي الله غادي يوقف معي قتلي هاجي ما بغيتينيش نتفهمه فاصافاس ما تبقىش تضر معي في التليفون قال لي يا صافي أنا غادي نشوف كي غندير نقاد الدراسي مهم وحتى الدراسي قال لي ونجي صافي منتب معه وتاني ما تلجع ما تلجع ما تلتتصل احنا جوجنا دابة تقريبا ثلاث سنين وكما قتليك تدوز معي شهر وتمشي ثم تدوز أربع شهر ثلاث شهر وتأجي مهمة ثلاث سنين سير واجي وصافي ودك الشهر اللي سندوز معه ما نقول لك دك دك تلتشهر اللوله اللي تمشي فيها وتقسم ثلاث شهر ويرجع اللي دوزنا شوية شوية وما الباقي غير صابرة اكتشفت بانه مني كان مني كان في الول كان بحل جوج دي المتعة بحل الدانية ناحية اللي تلاقينا قال لي طريقة اللي غادي نشدها غادي نجوج بها وفعلا أنا كنت الصراحة عرفت إحنا العيانات جوا جوا أساس دي المرة مني تقول لها الرجل نجوج بك صافي ما عندما تقول وصافي هاتش اللي هاتش واللي كان ناوي يمكن ناوي غير متعة وصافي دوز دي المتعة وبغاية وبغاية تخلص مني من الأكيد أن زواج المتعة المقنع بعقد شرعي أو بدونه أثاره بلغ على الأسرة والمجتمع بكل ما يترتب عنه من مخلفة سيربيا تترك جراحا من الصعب تضميدها لذلك من الأشدر الخراط الجميع للحد من هذه الممارسات التي تزيع رداء القدسية عن مؤسسات الزواج مؤسسة تشكل عماد الأسرة ونواة المجتمع واستمراره واستقراره ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر